عندما شعرت إيران أن أمريكا بدأت تستخدم القوى لجر العراق لاتجاهها لجأت إلى الاستعانة بأطراف أخرى تساعدها على تثبيت نفوذها السياسي والاقتصادي في العراق وهذه الأطراف لن تعمل دون مقابل وإنما ستأخذ الثمن من ثروات العراق ومقدراته روسيا والصين دخلت على الخط دعما لإيران في خصومتها مع واشنطن على المصالح في العراق كما عبر عن ذلك معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بقوله إن احتمال توثيق علاقات العراق الاقتصادية مع روسيا والصين يجذب بشكل خاص أطراف الإطار التنسيقي المقرب من إيران ومن بينهم عدة أعضاء في حكومة السوداني ممن يخشون أن استخدام الولايات المتحدة الدولار كسلاح من أجل إضعاف حكومة السوداني التقارب مع روسيا والصين كما يذكر المعهد الأمريكي بدأ مع تزايد الضغوط الأمريكي على البنك المركزي العراقي وإصرار إدارة بايدن على امتثال بغداد للعقوبات المفروضة على إيران وخصوصا بعد تزايد عمليات تهريب الدولار من العراق إلى إيران بشكل كبير في الآونة الأخيرة المعابر الحدودية في محافظتي ديالا والبصرة إلى جانب مطاري البصرة وبغداد هي مراكز لشبكات تهريب الدولار غير المشروعة هذه وتربط الدولارات الأمريكية الموجودة في العراق بإيران ووجهات عالمية أخرى وفي ظل تكثيف الرقابة الأمريكية فإن 80% من التحويلات اليومية في العراق باتت ترفض بسبب عدم كفاية المعلومات أو نتيجة النشاط المشبوه لا تريد إيران أن يغلق طريقها الحيوي من العملة الأجنبية ولذلك عندما أحست بجدية واشنطن في منع عمليات تهريب الدولار إليها استدعت روسيا والصين لتصبحا لاعبين جديدين في بلد تحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية